على مستوى نادينا النادي الاهل العظيم عندنا كمان مباراة يعني مهمة جدا في دوري الابطال مباراة امام ساندونز الجنوب افريقي يوم السبت ان شاء الله لان كمان على مستوى نادينا كان فيه تعطر الى حد كبير في اول مباراة لكن دايما معودنا النادي الاهل انه بيرجع سريعا جدا والبطولة المفضلة لنا كلنا البطولة الافريقية وان شاء الله النجمة الحداشر كل دي امنيات وطموحات وصلة للعبين وصلة للجهاز الفني ان شاء الله مباراة مش سهلة حضراتكوا عارفين ان ساندون يتصدر المجموعة بستة نقاط بعد فوزه طبعا على الهلال وعلى القطن الكاميروني وان شاء الله مباراة قوية جدا للنادي الاهلي يوم السبت اللي جاي على مستوى الاستعداد انا يعني واسط جدا استعداد على قدم النساق وان النادي الاهلي على مستوى كولر باهل اللاعبين بشكل جيد جدا لان مباراة لا تقبل قسمة على اتنين مش عايزين نصعب الامور على نفسنا ان شاء الله بإذن الله النادي الاهلي يفوز بهذه المباراة والاستعدادات وعودة النادي الاهلي كمال لملعب التيتش في الجزيرة بعد طبعا الاصلاحات الكثيرة في ارضية الملعب استعداد قوي جدا جدا واللعيبة يعني ساندونز مش غريب عليهم يعني مباريات ساندونز والنادي الاهلي يعني من اكتر الفرق لعبنا على مستوى البطولة الافريقية اكيد هيكون ساندونز وبالتالي الفريق مش جديد ولكن فيه دوافع كمان على مستوى اللاعبين انت بتلعب خسران المباراة الاولى عندك لصة طبعا مباراة مع القطن الكاميرون ان شاء الله في الكاميرون لكن دي مباراة مباراة ان شاء الله بإذن الله يكون الثلاث نقاط هي حصيلة هذه المباراة زي ما بقول لحضراتكم على مستوى طبعا التحضيرات سواء على المستوى الفني على المستوى الاداري كابتساد عبو حفيز على مستوى اللاعبين وحضراتكم شايفين كمان على الجانب الاخر فريق ساندونز الحقيقة فريق محترم جدا ودايما فريق ساندونز بيلعب كرة مختلفة عن الكرة الافريقية شوية يعني هو ليه مدرسة خاصة به كده عنده بيعمل بلد اوب كويس عنده شكل معين في الاداة عنده لعيبة على مستوى مهاري عالي جدا وبالتالي حتكون مقابلة مش سهلة لكن النادي الاهلي قادر بإذن الله ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين دي يعني بعض تدريبات ساندونز والحقيقة يعني كمان على مستوى المدير الفني لساندونز زي ما بقول كل واحد عنده طموحاته وكل واحد عنده اماله وبالتالي المدير الفني لساندونز كمان هو الراجل قال لك احنا اه احنا اولا بنشكر النادي الاهلي جدا جدا على حسن الضيافة ده مهم جدا لان العلاقات ما بين الاندية خاصة الاندية الكبيرة لازم تكون يعني علاقة احترام كثيرة جدا جدا راجل اتكلم وقال احنا يعني صعداء الموجودين في مصر وصعداء جدا جدا بالشكل اللي النادي الاهلي استقبلنا فيه وان يعني كل وسائل الراحة كانت متاحة لنا في مصر واحنا جينا بدر شوي علشان نكون مستعدين بشكل افضل لهذه المباراة وبالتالي فيه استعداد واضح لهذا المدير الفني وفرقته النجوي عارف ان المباراة صعبة ولكن هو بيستعد لها بشكل كويس جزء الاخر هو طبعا بيشكر النادي الاهلي بشكل كبير جدا على الاستضافة ومش جديد عن النادي الاهلي الحقيقة يعني النادي الاهلي اي فريق من اي حتة يعني بيكون الديافة على الاعلى مستوها والراجل اكد على ده وقال كل سبل الراحة وفرها لنا النادي الاهلي عشان قامتنا بالرغم ان احنا جينا بدر شوية ولكن يعني احنا سعداء بهذا الاستقبال ومستعدين واحنا مش جايين من مصر عشان نرتاح احنا جايين من مصر عشان نعمل نتيجة جيدة فان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا باذن الله وكل التوفيق للنادي الاهلي وكمان كل التوفيق لمنتخبنا للشباب يوم السبت امام السنغير